administration مد 311 لكن رح يكون معي زميلي دكتور معاوية خطاطبة ان شاء الله فالمادة مقسومة بالنص باني وبانه انا ما اخدي الجزء الاول اللي هو رح يكون لشهر ونص ودكتور معاوية رح ياخد الجزء التاني اللي هو لمدة شهر ونص ال-e-learning صار متوفر على syllabus سلايدات محاضراتي كاملة محاضراتي هي تعتبر مادة mid term يعني ما احدا يرجع يسألني شو هي مادة mid term او final mid term هي كل اشي درسته دكتورة على ومادة الفاينل هو كل شي درسته دكتور معاوية syllabus تقريبا نحن عنا يعني around 13 اسبوع فعليا هو 12 اسبوع تدريسي لانه في يوم رح يكون روح لل mid term ال-content اللي رح نتناولها بهذا الكورس رح يشمل اللي هو introduction lecture اللي هي اليوم ورح يشمل health care delivery system هي محاضرة واحدة موجودة سلايد واحد لكن هي طويلة جدا لأنها يعني مترابطة الموضوع لكن انا بقسمها على two lectures quality improvement basics information technology teamwork دكتور معاوية رح ياخد communication skill planning organizational management conflict management SWOT analysis and directional strategies ففعليا هي مقسمة انا مادتي كل اشي بتعلق بالمستشفى نفهم شو هي الhealth care institutions شو انواعها شو طبيعة المنجيري الورك اللي موجودة فيها وكمان بتطرق بشكل بسيط على team work شو يعني teams كيف بيشتغلوا مبعض وشو انواع teams وشو انواع teams اوكي بعديها text book mainly رح يكون هو introduction to health care management ما قدرت احمله انا على e-learning لكن هو بالweb sites اللي انتو بتقدروا وتنزلوا منها pdf for free موجود فبتقدروا انو انتو تنزلوا مالي اللي بحفظ اللي سلايد وبحضر المحادرات يعني it will be more than enough لانها مادة سهلة جدا جدا و straight forward any question عالسلابس بعدي معاكم مش معاكم طبعا نحن لانه اوكي لانه نحن قلبنا من فجأة من zoom ل teams شوي اوكي ف introduction to healthcare administration ماذا نقصد ب management او بالاحرى دايما نحن لما نفكر بالادارة دائما بروح تفكيرنا على المدير المانجر شو who are managers where they work بشو هي التأسيمات تبعت المانجمنت الخاصة بالميديكال او اللي هي providing health care ففعليا منقسمها الى organization او هي organization is arrangement of people brought together to achieve certain goals يعني كل الاشخاص اللي بيشتغلوا بالمستشفى بيكون عندهم هدف واحد اللي هو تقديم الرعاية الصحية للمرضى فهن مجموعة من الاشخاص اجتمعوا لحن يحققوا certain goals بعض الاهداف health care organization بيكون خاص فيها اللي هي الهدف انه هو health care تقديم الرعاية الصحية سواء نكون طبيب ممرض مختبرات طبية كله around health care service health care service ففعليا لما نحكي health care organization بيشمل جميع انواع المؤسسات الصحية مش فقط hospital جميع المؤسسات اللي بتقدم رعاية صحية للمرضى بغض النظر عن انواعهم طبعا المؤسسات الصحية health care organization or HCOs بتكونوا من three components main components اول اشي ال purpose بيكون عندهم goal بيكون واضح لانه every organization should has its mission vision values and goals that they can achieve ممكن هاي goals تنحط لسنة خمس سنين عشر سنين لكن الكور هي بتضل around providing health care services لل patients مستشفى الداخلية, ملحقات المستشفى. هاد نحن منسميه Physical Environment فمنسميها Structure of the Organization. ففعلياً every organization بغض النظر هي Health Care Organization or not, consist from three major components. Goals, People, Structure. Goals, People, Structure. طبعاً based in the International Organization of Medicine حددوا أن Health HCOs غالباً بيكون لهم هدف مشترك. ألا وهو to provide health care that is safe, effective, patient-centered, timely, efficient and equitable. رح نرجع على هذا التعريف لما ناخد محاضرة quality improvement لكن تعريف الغالباً أو الألتمة الغالباً of HCOs إنه هون to provide health care that is safe, effective, patient-centered, timely, efficient and equitable. طبعاً safe, آمن, effective, فعال, patient-centered. طعنى بالمرضى timely, بالوقت المناسب واليوم المناسب efficient, بأقل التكاليف وعادل. equitable اللي هي العدالة. الpeople مين هنه الpeople اللي بيشتغلوا بالHCOs؟ طبعاً هذا الـ graph هو la very complex health care organization هذا مش لاعيادة بسيطة بيكون فيه كل هدول الأشخاص بيشتغلوه لكن حتى نعطيكم ال-comprehensive scope of people working in HCOs حطيت لكم هادا اللي graph. Mainly في عنا care giving teams care giving teams كل شخص إلو direct content مع ال-patient وبقدم له service بسمي care giving team care giving team physicians rehab اللي بيعملوا علاج طبيعي علاج وظيفي كل هدول الأشخاص nurses كل هم بسمي care giving team في عنا clinical support team هدول بيكون عندهم indirect contact with patients هدول الأشخاص اللي بيشتغلوا بال-pharmacy ال-imaging التكنولوجست بمختلف المختبرات سواء diagnostic labs أو examination labs and so on فهدول نحن بنسميهم supporting يعني core هو physician وال-nurses وال-physical therapy whatever وهدول they are supporting their work عنا logistics supporting teams كلمة logistics أي شيء بتطلب له حركة أو ترتيبات فبنسميها logistics مثل الأشخاص اللي بيشتغلوا بال-HR human resource مسؤولين عن التوظيف الإعلانات مسؤولين عن المالية مسؤولين عن كل هاي الأمور هدول أنا بسميهم logistics support teams strategic support teams من كلمة strategic دائما بس تشوفوا كلمة strategic معناته في planning في usually هدول بيكون معنيين لوضع plans of the organization long term plan short term plan بعملوا supervision للorganization بشكل عام مثل governance اللي هو مجلس الأمنة في عنا internal consulting finance and so on فهاي نحنا منسميها اللي هي strategic support teams تتقسموا الemployee أو الworkers بالHCOs لقسمين employee ننسميهم non-managerial employee وكل شخص موظف ما عنده مهام إدارية ما عنده management لأشي usually هن بيكونوا معنيين بالday-to-day tasks day-to-day tasks managers بيكون إلو رتبة إدارية يعني موقع إداري بيكون من جزء مسؤولياته هي إدارة الأشخاص supervise them and so on فهنا بنقسمه لقسم الemployee non-managerial and managers structure للHCOs حكينا هي physical environment physical environment من بناء من مبنى اللي هو infrastructure أو من ترتيب داخلي للorganization شو يعني ترتيب داخلي للorganization أقسام وظائف إدارية دوائر معينة فدائما نحنا أول من فوت أي مستشفى منشوف الهيكل التنظيمي للمستشفى فهذا هو structure of the HCOs ممكن يكون complex يعني هذا complex نحنا منسميه وممكن يكون simple بس doctor وسي what is management ماذا نعني بالإدارة أو management بشكل عام management is the process of getting things done هي الطريقة لعمل الأشياء effectively and efficiently كلمة effective اللي هو doing the job efficient doing it right يعني انتو الطلاب انتو مسؤولين عن دراستكم فانت manager نفسك بالدراسة ok you are manager فإذا أنا بدي أحكي getting things done انه انت تدرس الهدف انه انت تدرس وتمتحن وتنجح هاي هي البروست كيف بتديرها عن طريق ادارة وقتك ادارة كمية الدراسة اللي بتدرسها باليوم تتابعها and so on effective انه انت درست انت قمت بالمهمة درست efficient انت درست وفهمت بوقت قصير درست وفهمت بوقت قصير لما تروحوا على الامتحان انتو اللي اتنين رح يجيبوا علامات وتنجحوا لكن efficient شو هون صار معه اول اشي استثمر وقت اقل بالدراسة فهو عنده lower time consuming للدراسة وحقق نفس النتيجة اللي حققها effective اللي قاعد ساعات 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 طويلة يدرسها بنفس الطريقة ادارة اي مؤسسة المانجر he should do things لكن he should do it يعني يفعلها effectively يعني حقق نتائج المرجوة من افعاله and efficiently باقل بننسميها resource utilization or بالمفهوم البسيط اللي هو at low cost at low cost باقل التكاليف المانجر هو الشخص اللي formally تم تعيينه formally pointed to position لوظيفة ادارية ونعطى authority and power to do things the right supervise other people work and to make them achieve the goal يعني المانجر بيكون مسؤول عن اعماله وعن اعمال اشخاص اخرين اذا هو شخص مسؤول فقط عن افعاله نحن منسمينا managerial employee لكن اذا مسؤول عن اشخاص اخرين فهو نحن منسمي managerial employee فالmanagers هو الشخص المسؤول عن تحقيق الاهداف عن تحقيق الاهداف بالمؤسسة المانجر طبعا لهم types of manager ممكن يكون supervisor اللي هو بيكون الو احتكاق مباشر مع non managerial employee فقط supervising other people work ممكن يكون team manager or team or team leader نحن منعرف ها اكتر team leader or team manager بيكون عنده team بيكون عندهم tasks معينة بيكون هو مسؤول عن هذا مهمة هذا team office or medical director مثلا بيكون قسم الجراحة بيكون فيه medical or office department director اللي هو رئيس القسم او رئيس الشعبة او whatever c-m-o c-m-o chief of medical officer اللي هو لما نرجع ال structure هون في عنا نائب مدير العام بيكون الطبي ونائب مدير العام الاداري فالطبي بنسميه c-m-o اوكي c-m-o اللي هو chief of nursing officer c-f-o chief of financial officer c-i-o chief of information officer والvice president والce-o اللي هي chief executive officer اللي هو رئيس مستشفى او رئيس جامع او whatever بيكون النام c-e-o c-e-o هاي المصطلحات مشان تفهموها فقط للمعرفة طيب type of managers managers بتقسموا لأنواع different type يا إما by level of management أو إما by skills and so on لكن أنا رح أركز على level of management by organization hierarchy لأنه هي الأسهل للفهم وكل level عن الثاني manager skills and role بيختلف يعني the scope of responsibilities and activities بيختلف باختلاف level المانيجر كيف باختلاف في عنا top managers اللي هي CEO middle middle managers first line managers اللي هني supervisor و team leader middle manager اللي هو ممكن يكونوا medical director ممكن يكونوا CFO CIO and so on هدول بندرجوا تحت نائب المدير الإداري هدول نائب المدير الطبي ممكن أحيانا النيرسينغ عن المادسن بنفصله هاد مختلف فهذا نحنا منسميهم middle managers وبعدين CEO presidents هلا هون employee اللي هن مش مسؤولين عن أي شخص آخر اللي هو non-managerial employee levels of management and their rule top level manager اللي هو make decision لكل المؤسسة وهو بيحدد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة شو يعني أهداف استراتيجية هي أهداف لبعد خمس سنين لا يمكن تتحقق أو عشر سنين وبحدد direction of the organization بحدد direction of the organization mid-level manager هن managing the activities of other manager يعني هن براقبوا وبنظموا وبحلوا مشاكل other managers low-level manager اللي هن بيكون الهم direct contact مع non-managerial employee direct contact non-managerial أو نحن منسميها first line workers or employee بيكون أعلى منهم اللي هو low-level managers طيب إذا مننطبئ على أقرب مثال هو الجامعة أقرب مثال أنتو حاضر لأذهانكم هو الجامعة أنتو طلاب وفي بدرسوكم دكاترة مين مسؤول عنا أنا وياكم رئيس القسم رئيس قسم العلوم الطبية الأساسية أو رئيس قسم العلوم الطبية السريرية بعدين رئيس قسم العلوم الطبية الأساسية مين مسؤول عنه العميد مين بنوب عن العميد نائب العميد لكن بموافقة العميد الفايس بريزدند لكن الهرم عنا اللي هو العميد مين مسؤول عن العميد هو رئيس الجامعة دايركلي رئيس الجامعة دايركلي فالتوب مانجر أو سي او رئيس الجامعة عميد رئيس قسم نحنا supporting teams نوعاب العميد ومساعدين العميد نحنا supporting teams طيب حكينا انه الـ level of management لها three major level senior manager middle manager and first line manager وحكينا بيختلف كل level عن الثاني اول اشي بالهيراركي يعني بترتيبه او تسلسله تصاعديا او تنازليا طبعا first level manager هو بيكون law middle high هذا الهيراركي وكل ما ارتفع الهيراركي كل ما زادت الآثور team اشي يعني الآثور team هو power او او الpower of the position بيزيد بعدين وبتزيد المسئوليات وانواع الاكتيفتيز بتختلف انواع الاكتيفتيز بتختلف من level لlevel فهذا بيوضح لنا ان human relation skills بتكون اعلى اشي بال first level manager ليش لانه عنده احتكاك مع عدد كبير من الناس مثل رئيس القسم بيحتك مع دكاترا اللي موجودين بالقسم وبيحتك مع الطلاب لما تطلع للي اعلى العميد بيخف شوي احتكاك الطلاب مع العميد وبيخف شوي احتكاك الدكاترا مع العميد لما تطلع الرئيس الجامعة كمان بيخف تير او هو indirect بيكون مع رئيس الجامعة conceptual skills طبعا skills of the manager كمان المطلوبة منه لانجاز المهام نسميها skills او المهارات بتختلف حصة بالlevel كل ما عالي كل ما conceptual skills او اللي هي نحنا منسميها concept مرتبطة كل ما كان تفكير اعمق مهارات التفكير اعمق brainstorming problem solving critical thinking بتطلب مع ارتفاع level of manager بيكون بشكل اكبر بكتير من الاقل technical skills غالبا بيكون انه طبعا senior manager بنفذ المهام عن طريق الاشخاص الاخرين فلذلك technical skills اللي هي المهارات الاساسية لانجاز العمل يعني المدرس شو المهارة اللازم تكون عنده انه يقدر يدرس هاي هي نسميها technical skill pure technical skill مش مواصفات شخصية لا هي مهارات فردية بين شخص لشخص اوكي المانجمنت وبذلك المانجمنت نحنا نطلع اهم اشي بالمانجرز المانجم او بالمانجيريا نطلع على functions اللي هي الاكتيفتيز اللي بدي يقوم فيها المانجر على skills المطلوبة من المانجر حتى يقوم بهاي الاكتيفتيز roles اللي هي الادوار اللي بلعبها المانجر والcompetencies اللي هي extra qualities او plus qualities على المانجر اللي بتخليه احسن من غيره من الاداريين احسن من غيره من الاداريين ففي عنا functions skills roles competencies انا ما رح احكي عنهم بمحاضراتي تمام لكن محاضرات دكتور معاوية هي بتكون oriented على هدول الامور functions skills roles competencies بشكل بسيط انا رح احكي عنهم نيجي على functions نحنا منسميهم هدول hard skills المانجر لازم يكون عنده قدرة على التخطيط planning ترتيب الامور تعيين الموظفين تحديد اتجاهات العمل وcontrol الموظفين ويقوم ب decision الامور السكين لازم يكون عنده technical skills المهارات التقنية لأداء العمل كمان لازم يكون عنده skills اللي بتخلي to interact with other humans in a good way والconceptual skills اللي هي مهارات التفكير roles اللي هي الأدوار التي يلعبها المنجر ممكن يكون شخص هو اللي بيزود المعلومات informational هو بيقوم بالdecision فبيكون دوره decisional بيكون strategic لأنه هو بيقوم بالplanning وممكن يكون leader competencies اللي هي اللي هي البونس مع المنجر اللي هي بتخليه leader ما بتخليه manager فقط هي بترفعه للفل اللي هو بيكون عنده مهارات أعلى conceptual, technical, political, commercial governance, communication social intelligence and so on هاي كلها نحن نسميها competencies competencies فهذا بشكل بسيط أنا بمحابيه امتحاني ما رح أسألكم عنه لكن حتى تعرفوا التقسيمات والفرق رح أحكي عن كمان بشكل بسيط management functions أنا سميتهم هاي يعني كل المنجر لازم يكون عندهم هاي المهارات قبل ما هن يصيروا منجر planning تخطيط ترتيب توظيف controlling controlling اللي هو supervising other people and control their activities to achieve the goal directing إذا في شخص مثلا حاد عن الأهداف الأساسية والرئيسية للعمل المنجر لازم يكون عنده القدرة إنه يرجع يرجعوا للمسار الصحيح اللي هو directing toward goals والdecision making اللي هو أخذ القرار مهارات أخذ القرار هاي أسهل إشي بالأردن طيب management functions في overlap بينهم كبير لكن نقدر نحنا نحددهم لكن core function اللي هي بتأثر على other functions of management اللي هو decision making skills decision making skills مشان هيك منلاقي في ناس رأيهم صائب وفي ناس رأيهم في غير محلو فهدول الناس بفرقوا عن بعض ب decision making skills طيب هاي لأنه introductory أنا شكلي حاطة السلايد الغلط let me see اللي بلاننج رح تحكو معه يعني دكتور معه رح يغطي بارة اللي بلاننج فهدول أنا ما بدي إياهم شكلي I share the wrong slides فأنا ما رح أحكي عنهم هنا تقريبا definition لل management cycle وهذا التابل فقط هو تعريفي عن different functions of management وال managerial skills اللي أو اللي مطلوبة من كل المانجر Any question هذا عنده سؤال أوكي هيك خلصنا محادرة اليوم إن شاء الله منشوفكم next week thank you شكرا